اهلا بحضراتكم من بعد الفاصل النهاردة عندنا ضيف هو ضيف مختلف ما قدرش أقولكم كان لعيب كورة فاز لكن هو لعب كورة في أندية أخرى لكن كان مدرب من مدربين الفازدين في عالم قرة القدم المصرية هتقول ليه بتقول فاز؟ لأن صنع نجوم ولعيبة كتير قوي 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 ويمكن من المدربين القلائل يعني خلي بالكم الحتة دي من المدربين القلائل اللي بدأ من مدرسته كورة بفرقة فضل معاها لحد ما وصلها للفريق الأول هتقول لي إزاي؟ هتعرف منه الكلام ده هتقول لي هاتي تجربة نجحة؟ أقول لك نعم تجربة نجحة لنما تشوف كمية الكم الكبير بتاع النجوم اللي طلع معاه مش هتصدق طب ليه ما قررتش؟ لأن طلع فيه ناس بتفتي وناس مش عارفة حاجة وناس أصلا ملهاش في المجال نهائي ودخلت في المجال بوزت كل الخريطة الكراوية الرياضية في مصر زي ما بقول لكم هو مدرب في كورة القدم وفي نفس الوقت معلم ومدرس في كلية تربية الرياضية في مصر أيوة بيعلم وأستاذ في كورة القدم وبيدرس علم كورة القدم في كلية هتقول لي هي كورة علم؟ أقول لك نعم الرياضة كلها علم بس كورة نحن كل المهتمين بكورة يقول لك تكتيك على الناس اللي بتطلع بتتكلم يعني وكل واحد بقى بيفتي زي ما يكون مثلا فتيوس في العالم يقول لك واحد تلاتة أربعة اتنين واحد مفيش حاجة اسمها طرق الطرق دية دي طرق بيستبتة دي حسب إمكانيات العيبة اللي عندك بتلعب انت بايه تقول لي كورة بتتدرس؟ أه نعم كورة بتتدرس فيها علم نفس وفيها رياضة وفيها فتنس وفيها لياقة بدنية وفيها فيها كل ما يخطر على بالك بتدرس فعلا في البتاع آه هو بيدرس يعني المدرب كده ما تجيش بالفهلاو زي ما بيحصل عندنا دلوقتي لا المدرب لازم يكون فيه اعداد بدني اعداد نفسي كل ما يخطر على بالك في كورة القدم بيدرس هو مارسها بس ممارست كتير يعني على أرض الواقع ممارست كتير إنما ضيفنا هو زي ما بقول لكم مدرب وعالم ومعلم ليه باع طويل أوي في قطاع الناشئين وليه بصامات كتيرة وكبيرة على نجوم كورة قدم وانتو لا تعرفون منه بالاسم لما تعرفوا وطلع مين هتقولوا إزاي طلع الكلام ده ليه لأنه كان راجل تربوي وأكاديمي وفي نفس الوقت يمارس في الملعب مشواره في التدريب بدأ من جوة نادي الأهلي لما اختاروا المرحوم الكابتن محمد عبدالصالح الوحش رئيس نادي الأهلي سابقا وكان مدرب منتخب مصر ومدرب النادي الأهلي وكان أول واحد بياخد فرقة في مدرسة الكرة اللي هي زي ما بقول لكم في المدرسة النادي الآن واستمر معها سنين طويلة وهي دي التجربة اللي فعلا اللي أنا هنتوقف عندها نتكلم فيها لغاية من مدرسة الكرة الحدي موصل للعيبة ديت للفريق الأول هي تجربة فريدة من نوحة هيحكيها برضو بالتفصيل وكبان عمل ايه عمل في فريق النادي الأهلي الأول أنا كان ليا الشرف أن أنا اتدربت معاه وكان مع زميله وتوأمه الدكتور طه اسماعين ربنا يديله الصحة والعافية وخدنا دور عام 86 ودور عام ذا عشان أفكر للسيد مشاهدين مش عشان أنا جبت الجول والله أفل 86 كان باللعب المحلة في المحلة وكسبنا واحد صفر وانا جبت الجول في ديئة الرابعة من الوقت بدل الضايع وكسبنا كأس الكووس الإفريقية مدى الحياة كان دي المرة الثالثة اللي هو الوقت بيسموها الكونفدرالية واشتغل في أندية كتيرة جدا وقتع ناشئين كتيرة جدا ومن ضمن الأندية اللي درب فيها أيضا وعمل فيها طفرة كبيرة ووصل لعيبة واخدوا بطولات زي نادي المقاوليين العرب زي أمبي وحب يجرب التجربة دي في نادي الصيد نجحت إلى حد ما كان ليه تجارب كتيرة أيضا مش في مصر بس لا ده كان برا مصر في دولة الإمارات العربية وكان في السعودية ورغم كل ده وانشغاله بالتدريب وظل يدرس ويعلم في كوليتر بينا لحد ما خد أصلا وهو بيلعب يعني بعض الناس يقول لك إيه أصل الدراسة الكرة هتعطلك على الدراسة الكلام ده مفيش مش موجود هو وهو بيدرب من الناشئين بدأ وخرب كريستر بيه رياضية وعمل ماجستير في كورة القدم وعمل كمان دكتوراه في كورة القدم شفتوا بقى التفوق العلمي لما بيجيبوا واحد مؤهل مش واحد بيجيبوه زي ما بيجيبوه باكيج كده من واحد عضو من اتحاد الكورة بيجيبوا واحد بيجيب له الخضار والله العظيم تلاتة اللي بلهولكم ده بيحصل بالحرف الواحد بيجيب مدربين يودوله لعلم مدرسة يجيبوله الخضار يجيبوله العيش بيبقى عدت تحت البيت وبعد كده بيبقى مدرب للمنتخبات الوطنية المصرية وعمركوا شفتوا كده ازاي يبقى المدرب مؤهل هيقول لعلم ايه راح اجيب الخضار راح اجيب العلم لمدرسة يا جماعة احنا لازم نرقى بقى زي ما قلتلكم مصر دي بقى كبرة وبتكبر واسمها كبير قوي وإحنا المسؤولين عن الكرة في مصر يبضلوا محلك سر لا بيودوا ولا يجيبوا وما فيش حاجة عدلة باشينها أبدا وكله بيدور على السفريات هسافر ده رئيس باعسة وده رئيس باعسة لا ده مشرف على الإلومبي ده مشرف على الفريق الأول لا هي بيشتكية والله العظيم تلاتة مات كية وبقى مدرس كرة القدم في تربية رياضية جامعة الأزهر ويمكن درسني كمان في كلية تربية رياضية وبقى أستاذ ورئيس قسم ولسه بيدرس عالم الكرة علم كرة كرة علم حتى الآن مش بيقولوكم بس أستاذ ورئيس قسم في كرة القدم لا ده ليه أبحاث كمان يعني هو الراجل ما ما وقفش على هذا الكلام ده ليه أبحاث مع الناشئين والمواهب اللي هي قلت دلوقتي وما فيش أي حاجة بينها وعمل مشاريع عارفين يعني عامل مشاريع تعارفين بتتكلف قد إيه الراجل تبرع بكل ده لوزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة فين في البلالة زي ما بيتقال لا فيه حاجة نفعة ولا حاجة يا جماعة الكرة بقت علم الكرة بقت صناعة احنا واخدنا فهلوة احنا كل واحد بييجي عاوز يجيب صحابه ويحطوهم في مكانه وشوفنا أمثلة كتير جدا بدون ذكر أسامي شوفنا أمثلة كتير جدا بقى منظر يفطس من الدحك بقى مش في مصر بس لا الناس في مصر خادت عليك كده وبعد يقولك إلحق ده عندنا دورة كذا إلحق كذا احنا عندنا كده عندنا بطول احنا أمم أفريقية عملنا فيها إيه ولا حك عشان كده النهاردة نجايب ضيفنا ده وبنتكلم معاه وهنتكلم معاه بكل بساطة هو بسيط وشخصيته عظيمة وهتعرف كل تفاصيل كرة القدم وهتسمع على أفكاره وقراءه ومسرته وسرته ضيفنا النهاردة حيقول لكم على كل حاجة في كرة القدم وإزاي هو نجح ما أنا بقول لكم التجربة أنا لما بيستغرب الناس تقولك إيه هو إزاي ياخد فرقة من مدرسة الكرة لحد الفريق الأول هو المسؤول عنها بالنجوم بتاعتها مش عندنا هنا نلعب بطولة اللعيبة اللعابين والمدرد بتاعهم اللي وصل بيهم مثلا لنهائي أو خاد البطولة بعد البطولة ينمشي إيه التخلف ده ده تخلف آه والله العظيم تخلف على كل حال مش عايز أطول عشان إحنا معنا ضيف وضيف تيئي القوي في عالم كرة القدم وأستاذ آه بكلية التربية الرياضية وأستاذ كورة ومدرب كبير ترجمة نانسي قنقر